تقريباً ما في دولة أو دولتين دلوقاتهم اللي مش معترفين كل دول العالم معترفة لا اللي بكلم على العالم العربي العالم العربي يعني احنا القوة الأكبر دلوقتي اللي مهمة بيدغطوا عشان هي السعودية يعني هنا انت في ايدك وراء الضغط اللي هي مبادرة السلام العربية اللي اشترطت التطبيع مقابل السلام العلاقات الاقتصادية مقابل التنازل عن الارض عندنا الامارات عندنا يعني دول كتير ما هي دول كتير مفروض سودان مفروض يعني مثلاً ولي العهد السعودي حينما التقى ببلينكين في الفترة الأخيرة قال على ما سمعوا هذا الكلام ان احنا مش هتبقى في علاقات الاقتصادية مع اسرائيل إلا إذا عملت سلامه وحل الدولتين أهم عندي حل الدولتين أهم حل الدولتين ده يعني هنا نفس ما أعقب المبادرة اللي كان عملها بوشل ابن عزيرس من نظام دولي جديد يضع فيه اسرائيل في القلب طبعاً هي مش هتبقى في القلب ولا حاجة لكن هتدخل ضمن هذا النظام في محطة الشرق الأوسط نفس الدعوة وزير الخارجية الأمريكية بيتبنىها الآن وأعتقد أن الإدارة الأمريكية سواء يعني أياً كان الرئيس القادم هيتبنى هذا الأمر الأمر الثاني بالنسبة لإسرائيل إسرائيل دخلت مستنقع غزة ومستنقع رفا ولا تعرف متى هتخرج والمقاومة هتاخد أشكال أخرى مختلفة هي ممكن تضرب القوى العسكرية لحماس لكن مش هتضرب العقيدة القتالية وإحنا بنشوف مثلاً يعني انتفاط الحجارة ده كان سلاح زلزل إسرائيل من غير بقى لا صواريخ ولا طيارات صحيح ففي أشكال جديدة من المقاومة تظهر خلي إسرائيل دائماً يعني كمان يقف فوق صفح ساكن هتفضل في ألأ وهتفضل لن تحقق أمناً ولا سلاماً ولكن هو نتنياهو هي دي عقليته هذه العقلية المدمرة نتنياهو يعني بيلجأ في الفترة الأخيرة يمكن تصريح من عدة أيام تصريح لو وصفته تصفه بالوقاحة بيقول إيه بقى بيقول إن مصر هي اللي واخدها سكان رهائن وهي اللي ضغط عليهم ما تفتحوا الحدود بقى واتدخلوا الناس يعني ما تفتحوا المعبر واتدخلوا الناس رقم واحد يعني المساعدات الغذائية من الناحية المصرية معبر رفح من الناحية المصرية مئات السيارات بتنتظر الدخول تحت السمع وبصر وكالات الأنباء والعالم كله وجمعيات الإغاثة العربيات من السنية وعلى فكرة أجزاء كتير جدا منها بتبقى مهددة بأنها تفسد نتيجة حرارة الجهة وضاء طعام وغزاء النحية التانية إسرائيل ما هو أصله يعني المعبر فتحة في الجانب المصر وفتحة في الجانب الفلسطيني إسرائيل سيطرت على المعبر من الناحية الأخرى وقطعت الطريق ودمرت وده لمصر رفضة تمام وده لمصر رفضة إسرائيل دمرت الطرق اللي مصر عملتها عشان تمر منها المساعدات كيف يمكن إدخال المساعدات والغارات الإسرائيلية مستمرة طول 24 ساعة نحن صغير ممهد تماما نفيش طرق نشفت فيه نشفت فيه فيه حفر جمدة جدا تمنع أن العربية حتى تمشي وبعدين يجي يعني الأكاذيب الإسرائيلية تقولك إيه ما هي مصر اللي منع للمساعدات والكارثة الأكبر يقوليك كمان لا ده إحنا يلازم مصر تقفل الأنفاء اللي السلاح بيوصل فيها لحماس لا يوجد نفق واحد ما بين رفح الفلسطينية وما بين سيناء خلاص يعني دي مسألة مصر خدت شوط طويل فيها لتأمين حدودها ولتأمين المنافذ المصرية فما عادتش الحجة دي موجودة تهريب السلاح بيتم عن طرق تجار سلاح إسرائيليين هم اللي بيتولوا العملية دي مع حماس وإسرائيل ضبطت بعضهم في الفترات الأخيرة فإسرائيل تثبت حدودها تثبت حدودها بدل ما وتثبت كلامها وتثبت كلامها يعني هنا نتنياهو يعني عليه يعني لا يستهين بصبر مصر لا يستهين بصبر الرئيس عبدالفتاح السيسي نظريات الأمن القومي المصري راسخة في ذهنه فلا تختبروا صبر ولا تختبروا صبر الجيش ولا تختبروا صبر الشعب المصري